من وجهة نظرين اللي نشوف فيه انه اللي يقدر يصن اللي يقدر يزور علبة يقدر يزور ستيكر مافيش اي زي ما قالت مهما جبتش حاجة جديدة زي ما اللي قالت سيد بو بكر مروان اللي يقدر يزور علبة يقدر يزيد اسم على شين الضرر متعلق يعني ما درناش فايدة من هذا الموضوع من وجهة نظري كلنا نخافوا علي مصلحة المواطن وانه هو يأكل حاجة كويسة كلنا نخافوا عليه صغار التجار المواطنين اللي يسمعوا مشاهدين اللي يسمعوا فيها صغار التجار هدوما هم اللي يحكوا مع التجار الكبار بيش يقللوا اسعار المواد الغدائية كندا بيمرح ويسرح التاجر وحتى المصنع لما يعرف انه يريتك عد معاي سيد رشيد رشيد معاي ولا لا في تونس لبضاعة في اما ارخص لبضاعة التونسية في ليبيا ولا في تونس يا سيد رشيد الابضاعة التونسية ارخص في ليبيا ولا في تونس ارخص في ليبيا شكرا جزيلا هذا اللي حيصير المصنع نفسه يبدأ حيغلي علينا الابضاعة اذا كان ما غلاش المصنع نفسه حيغلي التاجر علينا الابضاعة الابضاعة التونسية ارخص في ليبيا من ما هي محتكرة في تونس اللي مخلينا اللي مخلي نبضاعة أرخص في ليبيا هو منافسة التجار الصغار اللي احنا بالقرار هوا حنطلعوهم برا السوق للأسف الشديد كيف بيمشي تاجر صغير بيمشي وصي عليه عشرة ولا خمسة حاويات من برا هالي قاعدين يخدموا يتقدقوا بهالمواضيع هيا كيف بيخدموا هادومة هادومة احنا قضينا عليهم بهالقرار هوا ياريت بس ان السيد بوبكر مروان يمشي لوزارة الاقتصاد ويتفهم معاهم ويفهمهم شين اللي سير وشين المسير في جورة هذا القرار